مساء الخير وأهلا بيكم في مساء القاهرة الشعب الأسيوبي بيحبس أنفاسه طبول الحرب بدأت فعليا تقرع وبقوة في إقليم تيجري للأسف أصبح الموت بيقف على باب الإقليم منتظرا الإذن بالدخول وده بيشير إلى الاقتراب من نقطة النهاية في الفصل الأخير من الصراع الدائر في أسيوبيا خاصة بعد بدء قوات الجيش الأسيوبي في التحرك نحو عاصمة تيجري تحركوا الحقيقة بيستهدف كتابة السطور الأخيرة في هذا الصراع رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد وجه أوامره للجيش الأسيوبي بشن هجوم نهائي على الإقليم ومحاصرته ووزير الدفاع الأسيوبي أكد أن تحرير الإقليم سيتم خلال أيام والحقيقة اللي احنا شايفينه حاليا في أسيوبيا بيعتبر أخطر تصعيد منذ بداية الأزمة وأعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية منذ قليل أن جهود مبعوثي الاتحاد الأفريقي تعصرت في إخماد الصراع الدائر في إقليم تيجري الأسيوبي بسبب رفض أبي أحمد مساعي الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع لأنه شايف من وجه نظره أن عدم معاقبة المتوارضين في هذه الأزمة بينمي ثقافة الإفلات من العقاب وأن عواقبها تكون وخيمة على الدولة الأسيوبية حقيقة المشهد في إقليم تيجري الأسيوبي مشهد دموي بكل ما تحمله الكلمة من معاني نظر الحرب والدمار والدماء بتفرض نفسها وبقوة مش على الإقليم فقط لا ده على منطقة القرن الأفريقي بأكملها خاصة وأن المهلة اللي منحها أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي لقادة الإقليم عشان يستسلموا تقريبا انتهت أول مبارح وربما خلال الساعات اللي احنا فيها حاليا يحصل صدام بين قوات الجيش الأسيوبي مع قادة إقليم تيجري ده إذا ما كانش بالفعل بدأ الصدام ما فيه شك أن عواقب هذا الصدام هتكون عواقب وخيمة جدا ممكن يقود الدولة كلها في منعطف أخطر وهو منعطف الحرب الأهلية خاصة وأن أبي أحمد الحاصل على جائزة نوبا للسلام بيهدد مواطني دولته القاطنين في إقليم تيجري بالإبادة مش كده وبس ده تقريبا بدأ في التهديدات وبدأ أولى خطواته في تنفيذ هجوم عسكري كاسح على الإقليم عما بقى قادة الإقليم فشايفين أن الموت بالنسبة لهم أكرم لهم من الاستسلام وأنهم يحطوا إيديهم في إدين أبي أحمد وأنهم بيتوعدوا بهجوم أعنف خلال المرحلة اللي جاية أبي أحمد الحقيقة وصل لمرحلة صعبة جدا في مواكته لهذا لقادة إقليم تيجري في حالة كده حاليا حصلة من التحدي الصارخ بين الطرفين تحدي محدش عارف مين اللي هيدفع تمنه إلا الشعب الأسيوبي واللي قطعا هيتحول بسببه ألاف من هذا الشعب إلى لاجئين على حدود دول الجوار وبالأخص دولة السودان الشقيقة اللي أجلت رعاياها من تيجري حفاظا على سلامتهم التحدي بين الطرفين المتنازعين حقيقة هيدفع تمنه الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح والمقاسي اللي ممكن تتعرض لها الدولة كلها بأطفالها ورجالها ونسائها مقاسي يصعب تخيل تداعيتها وتأثيرتها على حالة الأمن والسلم الداخلي للبلد كلها باختصار مستقبل إقليم تيجري ومنطقة القرن الأفريقي كلها مستقبل غامض في ظل تفاقم الأزمة مستقبل بيحوم حوله شبح الخراب في ظل ارتفاع صوت الرصاص خاصة وأن فيه تحذيرات شديدة وغاضبة صدرت من قادة الجيش الأسيوبي لكل الدوائر المدنية في الإقليم وطالبتهم بضرورة الانسحاب والتخلي عن السلاح وعن قادة إقليم تيجري وإلا فلن يكون هناك أي رحمة ولا شفقة بأحد حال دخول قوات الجيش للإقليم لحقيقة حتى اللغة اللي بيتكلم بيها رجال أبي أحمد أشبه بلغة الغازي الأجنبي مش لغة بتحصل بين مواطنين في دولة واحدة بينهم خلاف مفترض أنهم بيسعوا لحله بطرق سلمية لا دي لغة بتاع واحد محتل أجنبي غاصب لغة بتعيد إلى الأزهان لغة التطار وأفعالهم الدموية ومش عارف الحقيقة إزاي واحد زي أبي أحمد ده حصل على جائزة نوبل للسلام عموماً ربنا يكتب السلام لشعب أسيوبيا ويخرجه على خير من هذه العاصفة وتداعيات هذه الأزمة اللي بتهدد حياة بشر مسالمين آمنين عزل من السلاح معنا استفير صلاح عليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق مساعد الخير يا فندم قرأتك يا فندم للمشهد الأسيوبي في ظل تفاقم حدة الصراع وانتهاء المهلل لمنح أبي أحمد لقادة الإقليم ومطالبتهم بالاستسلام ترجمة نانسي قنقر